قال خيه يادون إن المؤتمر الوزري الثلاث عشر لمنظمة التجارة العالمية هو أول اجتماع وزري بعد إطلاق إصلاح منظمة التجارة العالمية وسيقود الوزير وانغوان تاو الوفد الصيني لحضور الاجتماع وفي الوقت الحاضر يتعافى الاقتصاد العالمي ببط وزخم نمو التجارة غير كاف وتزيد التحديات العالمية مثل أمن الغزاء وأمن الطاقة وتغير المناخ واختلالات التنمية ومنظمة التجارة العالمية دعامة هامة لتعددية الأطراف وساحة هامة للإدارة الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تسهم إسهام إيجابيا في التصدي للمشاكل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم تدعو الصين إلى تعزيز العولمة الاقتصادية الشاملة ومبرسة التعددية الحقيقية وتدعم بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف والمشاركة بشكل كامل وعميق في إصلاح منظمة التجارة العالمية وتدعو أيضا منظمة التجارة العالمية في لعب دور أفضل ترجمة نانسي قنقر